موسيقى موسيقى تتعقل على شي تاريخ كانت زيادة بشكل هؤلاء المغلة لم أكن مايوصلت لتوى قد يفتجمنا وصفتنا aاناااااا كما تفعلون بأننا ماناش فقد يفرفق يفرفق انشاط ات أعطي ان لكونوا معنا مزيانين او لا سوف نزيدوا في حانااااااا مشاهدين كرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى كانت واجدوا في منطقة المعارف نواحي من أحمد اسم المعارف اسم مشهور بالضل بيضاء ولكن مش هو الأصل الأصل ديال المعارف هو المكان اللي كانت واجدوا فيه هاد القرية ديال المعارف أبن عن جد إيرت تاريخ في حقبة زمنية معينة في خضم الموضوع معانات المغاربة بشكل كبير في زيادة ديال الأسعار الناس تعاني والفلاح كذلك يعاني إشكال تاني ديال الغيط كنت طلبه الله عز وجل فئة من الفلاحين تضروا بشكل كبير في زيادة في الأسعار وكيتخوفوا من التابعات ديال المواطن في المدينة مجموعة من الإشكاليات غديندرجوها مع الناس اللي عندهم هاد الفيرما وعندهم الفلاحة 那就وعوا معايق السلام عليكم السلام عليكم Grade abol Corinthians وأقولي كيف عله بسم الله الرحمن الرحيم احنا دوار محمد كاراخي احنا من دوار معاريف بنيروسون الموضوع اليバイ الموضوع الي بغيتن تحضر ليه فيه هو المشكيل記得 الفلاحة الفلاحة يعني مشي آنق كنا واحد مجموعة الفلاحة باية باسراء يعني دير واحد المجهود اليكتير وكتير كتير بزاف يعني شرينا الفوسفات وزراء المازوت يعني تحملنا كل شيء والفوسفات اللي كندير وحتمان خيالي ما عمرنا هذا السنة ما عملنا كيفاش زيادة من 200 درهم إلى 600 درهم يعني نتفاجأنا هنا مدام الحمد لله الفوسفات عندنا في البلاد وبغينا الحكومة المنتخبة جديدة كنسلنا من الخير وكانوا يديروا حملة انتخابية يديروا لكم المجهودات يعني عدد الناس بساكن صوتوا على الحكومة ولكن تشي حاجة مشنها المشكلة الثانية اللي عدنا هو الماء وصلت واحد درجة يعني هذا شهر جوج واسمي واسمي واحد نيبولي ما غاديش نقولك حنا دبالي يخيفين منه بزاف حنا ما بقي نشك نشوفوا عرفة وقالنا في الفلاحة وقالنا من المجهودات والحمد لله وكننا نريد الحكومة تؤديها فينا نريد سيؤدي من اعانا نحن ذلك لا نحرطه يعني لا نحرطه لا نحرطه لا نحرطه لا نحرطه المواد لا نحرطه لا نحرطه لا نحرطه في هذا الوقت ، كانت نبيعه ١٠٠ درهم من الذين يريدون أن نحرطه تكون ٤٠ درهم هذا هو هو من خيالي الحمد لله من خيالي الحمد لله من خيالي ولكن في هذا السنة سأعرف كل واحد لا نحرطه الخضراء سأقوم بوضعه ٨ ساروخ لأن العدد من أصدقائنا أصدقائنا لا نحرطه لا نحرطه لا نحرطه لا نحرطه سأقوم بوضعه ٨ ساروخي العلف هو الدجاج يعني تذكى الدجاج يعني العلف دياله تقوم بوضعه ٥٠٠ درهم القمح ٦٠٠ درهم النهار اللي كنا نحصده نحصده ١٠٠ درهم لكي يتباعه ٦٠٠ درهم الفلاح هو حلف أبسط الحويش نطلبه من الله تعالى وسيدنا لكي يتابع الفلاحة يعني على الأقل أعطيهم واحد تعويض لا يوجد المشاكين ستكون صعيبة يعني البصلة ستكون على البور لا يوجد يعني البصلة ستكون تمالي خيالي جلبانة ستكون على البور لا يوجد يعني العدد الخضراء نحنا نحن بادي ولكن ستصل موضع في مساكل ستصل لكي يشد موضع ٦٠ درهم أو ٦٠ أكثر ولكن نريد نريد هذا الطريقة تقريبا بحكم جربة كفلاحة وعندك وعندك بزاف ديال الأشياء بعض الوضع الخضراء كيف تشوف تول التمديلة في المدينة نقول لك الخضراء لا يوجد عدد الفلاحة لا يوجد لا يوجد في البيئة لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد وعندما تزرع ستصل في الوقت بهذا السبع وعندما يتصل الهتمام وعندما تصل إلى ١٥٠ درهم وعندما تصل إلى ٢٤١ درهم لا يوجد الماء لا يوجد الماء لا يوجد سدود المنطقة في هذه المنطقة المعتمد المنطقة يحتاج الحكومة نجد الحكومة بغي ندير نحل راهاتش اللي راهاتش اللي راهاتش هاد المشكلة مدى واش يعني فاقرب وقت راش حل واحد غادي يفايق در واحد يبيع الارض دياله ويمشي يقوك ليلا يبيع ابو حتامان يعني ما غادي خل ما قدوا ما يأكل يعني راه ما قدوا ما يأكل يعني ما شي قنقول شي حاجة اللي رايلا مدى رس حل يعني الاقل تكون واحد يعانه ادي ضروري الفلاحق إلا بغوا يخليه الانسان باركين مدى المستلزمات والمواد ديالك وكي تشتغلوا غالية والمواد معداش عسغ نقول لك الشي رب بشاهدات الجامعة يعني كحنا كنا كنا نأخذوا الملحة بمياتين درهم وصلت 400 الوري كنا نأخذوه 300 درهم 600 درهم 700 درهم يعني تذيك المواد اللي درنا فوصفات في اللول وذكشي قدينا بوحتامان عالي يعني الدولة الحكومة ما دارس معنى الأقل ديروا واحد دعم الفلاح لف المازوت ولف ولف الفوصفات ما كنش يعني يبقى المواطن في المدينة بزاف والضحية في الأخير وغادت احنا دباب دات عدنا يعني يعني غاد يوصل مازال حنا نرى قتلوا صبرو يعني يرى الناس المدينة والناس اللي عدم وحد 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 المانضى اللي محدودة ارى الليه لهاي الله وتاربا مشيت المشكل ديال واحد القادية أخرى اللي غنقول لك وهي ديال ديال حولي ديال العيد يعني الغلم يعني العام ربما ما هذه الخروف اللي كيعيدوا به ربما ما وصلش وعداد ماتوا يعني المشكل سيكون تفل عيد كبير لحولي ديال العيد كبير ربما ما قادش مولف دباب ديال غلم كيكونوا كتعيش ولدات الان ما صابت مكتا كورج بيع ما كانت تالخروف ربما كانت تالحامرة غادي وصل واحد درجة هدي تأيدي رابع معروفة ومشكل ما كانتش الجفاف جافاف على الصعيد الوطني اربما كنا كانتش قونت يعني في واحد جهة كين شوية درية احنا المنطاقة الشاوية احنا اللي احنا فيها دباب الشاوية هي المنطاقة اللي كتكون عند واحد كين في الفلاحة يعني فلاحة اللي كيف الحول الفلاحة الظراء ولا كرة مساكن يعني بحلها الصيف رداب واخر شكرا لك مشاهدين الكرام غادي نشوفوا الناس اللي قدام ديال اللي معارفة تموم ممو اللي معارفة احنا معارفة اخويا وكديرين بعض امور ولا اخواش غل نقول لك محنين الشاحط علينا مهسنا في ندير والقول غا نهربوك اه لو بنخوير البلاد احنا اللي بقى هاد الامور ونخويل البلاد ما عندنا ما يتكل عندنا ما يتشرب ما ادنوا والوه الى ما شرنا ما ناكلوا يواش بقى ميدار ما بقى ميدار بقى لين انزيدوا الدار بيتة احنا نطلبوه كذبوش عليك والله رعا علم علينا ماش نكذبو احنا عادي سبعين عام نشوف نكتب لا اله لامو حمد رسول الله قرمنا بزاو وتمحلنا الحمدولله نجبحوكم تبارك الله قلتي 70 عام وقديم في الفلاحة وش تعقل على شي تاريخ كانت الزيادة باتش كل هذا المرأة اللي مر وصلت لهذه السنة الفاصفات مقد والقد المعيحة مقد والقد لوري مقد والقد الزراع دير ذا ب120 الكيلو الشعير 80 والمياق والسميدة السميدة 200 والخميرة ماتش ما عارناش منين جات هالزيادة ما عارفناش احنا ما نعرفوا هالزيادة اللي يديك اللي يخليك شني الفلاحة اللي عندكم في هذا الفيرو الفلاحة اللي عندنا احنا يا معتامدين على الحرط بوري البوري بشاف حالو الما مكينش احنا نطلبه الله تعالى ونطلبه منزل عندكم الفول عندنا الفول عندنا الجلبانة عندنا وكل شي ولكن مناتش دفنناه مناتش قاق تل عمجي عز غي ينوض هاي ينوض وانا نقول لي مناتش رابر قد صافي لا تالله اعطاها دبعا كونوا معنا مزيانين ولا غنزيدوا في عنا السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله بشاهدي الكرام واسبع انسانا يتكلم بعمق صراحة في الاشكاليات في الاشكاليات اللي كتطرح بطبيعة الحال وهذا كلام كتوجل من يتحملون المسئولية ومن هم في محط صنع قرار يدى صحى التعبير الحكومة كالشعار جالها اللي بطبيعة الحال تحملت هذه المسئولية هو التغيير هل هو هذا كالتغيير ما هو ايجابي ام ما هو سيلبي يجب مواكبة الظروف واننا نخمم ما امكن في المواطن المغربي ولكن هذا هو ابوعد تحليل لان ويد الناس هم القاعدة من كين من بعد الاقتصاد اللي غدي يوصل لمدن بعض الاشارات مثلا في الخضر كما صرح الاخ تقدر توصل الاتمنة خيالية وبعض الاشكاليات اللي غدي تعاني من غدي يعاني من النا المغربي من النال قدام اشكالية كبرى في الموضوع اذا كان ممكن بغيتنا اخذ معك شي نموذج نشوفو شفلحة عندكم هنا انتم معندكم ازاف هاد الفيرما بشرا العام يستعمان الامور كما يجب شفلحة عندنا ونشوفو تلك الاشكاليات اللي كتصدرح عندكم اه بني اسم الفول نحن نقوم بمشكل من الناس من الفلاحة من الناس هذه الناس دائما اعتمدوا عليها احنا ذب الفول الحمد لله ما هذا هذا يعني كلما يشتكى وكانشتكى وطبيعة ما تباكر الله الفول يعني كانشتكى ما لا يمكننا من الناس لكن من الناس وكانشتكى وكانت صبرا لا يمكن انه لا يمكنك احنا هذا هو المشكل الذي يشتكى من المدى وهو المدى العبار لا يبقى لدينا الماء للماء ما هذا يصل إلى مدى نحن نطلب من الحكومة ادلنا ونجدنا الناس ونجدنا لا يمكننا نحن نحن لم نقوم نحن نقوم نحن نبيع أرض ونقلب أعلى ما هذا لا يمكن أم لم يكن أحسن من نحن نقوم لا يمكن أن يكون لدينا ونقلب لم يكن لدينا ونقلب ونقلب من المجهود ونقلب المعادي ونقلب من المخصص لنقلب داروا الفلاحات المجهود البهيم يعني ما تولي الكسيبة دياله مسكيمشات كي يشوف دباء ولا كي يقلب على ما يأكل التالخدمة لا بغي يخدم ارى ما غي يسيب دباء الفلاحة يخدموا عضياتهم انا مثلا فلاحة نخدم اياده دباء من اللي كنكون انا وقف كل حركة ماشي انا الفلاحة كله من اللي كتوقف ارى كي يوقفوا تلك كل العموال ارى واحد الازمة نطلبوا الله تعالى يدير نتوين الخير وسيدنا يدير من المجهود دياله احنا عدنا واحد ثقة فيه الحمد والله سيدنا راد بالو البلاد ولكن الحكومة اللي خاصة كانوا كانوا من اللي في الحملات الانتخابية احنا غنغيروها دي غننقصوه من داك نعطيكم نديرو لكم احتامان الف اللأديمة ولكن من اللي جينا نشوفوه ما كيش بغينا ميطرحوا هذه المشكلة في البرلامان ولا يقولوا إنهم يشعروا بأن الناس ركاها يضرع لنا وما كنسمعوهم نحن متبعين ما كنما كنش الأقل ينضع يعني يرشي برلاماني من البرلاماني يطرحوا هذه النقطة ويطرحوها ويمحسوا هذا واحد إحساس بعدها نقوله بعدها المهمة راه الفلاحة بعدها راه هدرع لنا راه غيكوا الحل فبدأنا نتمنوا هذا نقطة مهمة الله يفرجه لكم يا ربي مشاهدين الكرام اللي تنوي الرأي العام أكثر في الموضوع جلالة المالي كان حكيما في القرار دياله بطبيعة الحال يوم أمس أنه عقد اجتماع مع المسؤولين لتدبير هالطرفية الحالية لأنه الأبعاد ديال الفلاحة بشكل كبير وكذلك زيادة في أسعار أخرى والمحروقات أمرهم لا يبشر بالخير مشاهدين الكرام ما هي منهجية الاشتغال في الحكومة الحالية اللي تستبير هاد الوضع هذا السؤال الأول فئة من الناس كما تكلم سبعين سانة وهو في هاد الأرض تيقول لك سابقة في الزمن أننا كنشوفوا هاد الأتمينة الخيالية اللي والتي يقول لك أنا في سبعين سانة أنا غديمشي الحرق من القرية اللي هو يتنفس من هاد المكان مجددا أنه الناس البادية من الصعب أنهم يمشون للمدينة لبزاف الاعتبارات مشاهدين الكرام ما يهمنا هو إيصال مثل هاد الرسائل إلى ما يهمهم الأمر يجب إعادة النظر في بعض القرارات ومواكبة الاقتصاد بطريقة سالسة لأنه الظرفية لا الحالية ولا السابقة مشاركين بشكل كبير فيما يخص الوضع ديال الوباء في أمن المغاربة اللي كانوا قالسين الوضع الاقتصادي شيئا ما ليس على ما يرام حاليا بجيناك نشوف الوباء الوضع دياله ولا ضعيف شيئا ما بش دور العجلة دي الاقتصاد ولكن الصدمة الكبيرة هي فهدل فهد الأسعار للقمة في الخيال صراحة لأنه لو تم تفعيل منهجية محكمة ما كان ليكون الوضع بطريقة بطبيعة حال وبطرر لك يعني منهج الناس شيئ كلمة أخيرة انت موسمين عام قل لي بغيت واشغ نقولك أخويا الله ملك الحمد احنا هذا الشق لأجاب الله واشماشي من عد العبد احنا نضريرين ولا ما نشكيوش كبتنوها ما عرفناش عن ما نشكيو ولكن البيبان مسدودة قسم يحلوا علينا البيبان واشوفوا العقبة دينا كده يطالعوا بنا يصير طولنا الناس اللي يعرفونا واش مضرورين ولا ما مضرورينش وهذلك نقولك أخويا الله يفرج عليكم يا أربي شكرا لك مشاهدينا الكرام بتعليق المواطن شكرا لكم